لو أستطيع لسخط شعري من ورود اليسامين ونصرته وردا زهت أنواره أبناء الحاضرين البدر لقى الشمس فيه فلاح وضاء الجبين والبدر أنتم وكيف لا وأنتم أبناء الغاليين أبناء وبنات طلاب وطالبات الصف الخامس أهلا ومرحبا بكم على منصة البس المباشر وعودا حميدا ومراجعتنا عامة على دروس الفصل الدراسي الأول أتمنى من الله لكم التوفيق ونجاح يصحبكم في رحلاتكم أستاذ محمد ناجي معلم رديوات ومدارب النظام الجديد بدارة ناصر التعليمية محافظة بني سويف إن شاء الله احنا كل مراجعتنا تبقى على النظام الجديد في الامتحان وهو الاختيار من متعدد نشوف أول سؤال معنا بيقول أربعة صحيح وخمستاشر جزء من مئة كيلو جرام عايزين نحولها لجرام نفتكر مع بعض يا أولاد لما نحول من وحدة كبيرة لوحدة أقل منها بنعمل عملية ضرب يعني هنا الكيلو جرام أكبر ولا الجرام؟ برافو على أولادنا الكيلو جرام أكبر من الجرام يبقى إذن لما حول من الكيلو جرام لجرام لازم نعمل عملية ضرب برافو عليكم وإحنا هنضرب هنضرب في كام نشوف هو الكيلو جرام إيه علاقة ما بين الكيلو جرام والجرام؟ ممتازين الكيلو جرام فيه ألف جرام يبقى أنا هضرب في ألف يبقى أنا هضرب في كام في ألف لما نضرب في ألف هنعمل إيه في العلامة العشرية؟ برافو عليكم بنحرك العلامة العشرية ناحية اليمين نحركها كم منزل يا مستر بنحركها ثلاثة لأن احنا عندنا ثلاث أصفار يبقى التحريك للعلامة العشرية حسب عدد الأصفار اللي عندنا هنا كم سفر نعدي كده مع بعض قدي واحد اتنين ثلاثة يبقى لازم هنا يكون قبل العلامة العشرية ثلاث أرقام طيب هنا ما فيش إلا رقامين بس يا مستر اللي هو الواحد والخمس أعمل إيه أروح مزاود سفر ناحية اليمين ليه ناحية اليمين لأننا أحرك العلامة العشرية في اتجاه اليمين تمام لما نحرك للعلامة العشرية هتضع إيه قبل السفر طيب فيه أرقام هنا هتقول لي لا يبقى إذن العلامة العشرية لا تكتب وبالتالي هيبقى الرقم كام هيبقى 4150 يبقى دي الإجابة إيه بتاعتنا يبقى احنا نقول تاني احنا عملنا إيه يبقى احنا هنختار 4150 يبقى الأول أنا وجدت أن أنا أحول من وحدة كبيرة لوحدة أقل يبقى قررت لما أحول من وحدة كبيرة من الكيلو جرام للجرام هعمل عملية ضرب طيب أسألت نفسي إيه العلاقة ما بين الكيلو جرام والجرام لقيت إن الكيلو جرام بيسوي ألف جرام يبقى أنا هضرب في كم برافو عليكم هضرب في ألف لما نضرب في ألف وفي علامة عشرية يبقى احنا بنحرك العلامة العشرية ناحية الإيه اليمين بنحرك كم منزلة بنحرك حسب الأصفار أنا عندي هنا كم سفر دي واحد اتنين تلاتة يبقى أنا بحرك ناحية اليمين كم منزلة برافو عليكم بحركة تلت منازل او تلت ارقام. تبنعتم كده مع بعض ادي واحد اتنين. كان فيه رقمين بس فروح تمزود سفر عشان يبقوا ايه? يبقوا تلاتة. لان انا عايز احركها تلت ارقام ناحية الايه اليمين. حركة العلامة العشرية. تلت ارقام ناحية اليمين. وبالتالي لما وضعت العلامة العشرية في اول الرقم خالص ومفيش ارقام قبلها. بروح كاتب العدد بدون العلامة الايه العشرية. والعلامة العشرية هناك كده ايه? هتحذب ويبقى الناتج 4150 يبقى احنا كده عارفنا محلناها ازاي؟ تمام نشوف السؤال البعد كده بيقول لي إذا كان عندك صاد عبارة عن واحد واثنين وتلاتة ايه العلامة دي يا مستر برافو عليكم؟ دي علامة التقاطع اللي وجهها للأسفل دي اسمها تقاطع طب لو وجهها الأعلى يبقى اسمها اتحاد يبقى هي وجهها المين؟ لأسفل ايه العلامة للأسفل بتبص للأسفل هي يبقى دي اسمها ايه؟ اسمها تقاطع يعني ايه تقاطع؟ برافو عليكم ممتازين التقاطع يعني المشترك المشترك ما بين المجموعة الأولى والمجموعة التانية يبقى انا كده عايز مين؟ عايز المشترك فقط طب مين اللي متكرر في المجموعة واحد واثنين وتلاتة والمجموعة دي اتنين وتلاتة وخمسة مين المشترك؟ برافو عليكم المشترك اللي اتنين والايه والتلاتة يبقى الاجابة بتاعتي المفروض كم و كم؟ المفروض الإجابة بتاعتي اتنين و ثلاثة. طيب هنا بيكاتب كم واحد و اتنين و ثلاثة و خمسة. يبقى هنا الصاد بتاعت كده؟ يبقى هنا الصاد بتاعت كده طلعت دي كم؟ يبقى هنا الصاد عبارة عن؟ يقول لن هو بيقول لي تقاطع. يبقى الإجابة بتاعت كم و كم؟ اتنين و ايه و ثلاثة. يبقى دي الإجابة بتاع السؤال. طيب هو عطيني بقى مجموعة اسمها واحد واثنين وثلاثة وخمسة الواحد والاثنين وثلاثة وخمسة هنا موجودة في المجموعة دي هتقول لي لا تمام طيب انت بتتعامل مع مجموعة يعني هنا ده مجموعة ولا عنصر هتقول لي لا مجموعة طيب الرموز دي يا ميستر اللي هي تنتمي ده اسمه ينتمي وده اسمه جزئية وده لا ينتمي وده ليست جزئية طيب أنا عندي رمزين بيستخدمه مع العنصر وهو رمز ينتمي ولا ينتمي وعندي رمزين بيستخدموا مع المجموعة وهو جزئية او ليست جزئية او محتوى وليست محتوى طيب يبقى الرمز ده هو ده اللي احنا هنستخدمه ياما جزئية ياما ليست جزئية ليه لان احنا بديتعامل مع مجموعة الواحد والاثنين والثلاثة والخمسة دون مجموعة مش عانصر يبقى المجموعة دي يبقى انا كده هستبعد استخدام ينتمي ولا ينتمي مش هستخدمه أنا كده هيستمى أستخدم جزئية أو ليست إيه جزئية. طب الواحد والاتنين والثلاثة والخامسة موجودين هنا في صد؟ تقول لي لأه يبقى احنا هنختار ليست إيه ليست جزئية. يبقى تاني احنا عملنا ايه الأول؟ أول حاجة قرية السؤال يقول لي إذا كانت الصاد عبارة عن المجموعة واحد واثنين وثلاثة تقاطع. اثنين وثلاثة وخمسة. يبقى هنا عايز التقاطع فقط. عايز مين؟ عايز اتعامل مع التقاطع. بالتقاطع دون بيتقطعوا في كام؟ هتقول لي يتقطعوا في الاثنين هنا اثنين وهنا اثنين هنا ثلاثة وهنا ثلاثة يبقى التقاطع في كام؟ في الاثنين والثلاثة. فأنا جبت ناتج الصاد يبقى الصاد بتاحت عبارة عن مين؟ عبارة عن اثنين وثلاثة. بديل مجموعة صاد أصبحت اثنين وثلاثة مش واحد واثنين وثلاثة وخمسة لأ. ده هنا أنا جبت ناتج التقاطع فطلعت المجموعة صاد عبارة عن اثنين وثلاثة. بيقول لي إيه علاقة المجموعة بقى واحد واثنين وثلاثة وخمسة بالمجموعة صاد الجديدة دي هروح أشوف أنا باستخدم إيه مجموعة أنت رما بتعامل مع مجموعة يبقى هاستخدم يا إما الرمز جزئية يا إما الرمز ليست إيه ليست جزئية فهنا الرمز بتاعي إيه أيوا برابو عليك مستخدمك ليست جزئية لأن الواحد والاتنين مش الواحد والخمسة مش موجودين في المجموعة صاد يبقى إذا في عناصر في المجموعة اللي هو عايز يشوف العلاقة ما بينها وبين صاد مش موجودة هنا وبالتالي استخدمت إيه رمز ليست جزئية يبقى خلي بالك أنت بتعامل مع مجموعة بتستخدم جزئية أو ليست جزئية لكن لما تتعامل مع العنصر بتستخدم ينتمي أو لا ينتمي نشوف السؤال اللي بعد كده عايز يضع علامة أكبر أو أصغر أو يساوي ما بين المجموعتين دون طيب نشوف المجموعة الأولى المجموعة الأولى بيعمل عملية إيه ضرب لما قلنا نضرب في عشرة ومية وألف وعندي علامة عشرية برافو عليكم بحرك العلامة العشرية ناحية اليمين تبقى حركة كم رقم أشوف حسب الأصفار أنا عندي بضرب في كم؟ في مية المية أمام كم سفر برافو عليكم أمام سفرين يبقى حركة كم رقم ممتازين يبقى أنا أحركة ناحية اليمين رقمين يبقى هتيجي هنا في الوصف ما بين الخمسة والأربعة يبقى الناتج بتاعها يبقى هنا خمسة وهبقى العلامة العشرية الجديدة وضعها هنا ما بينهم وبعد كده الأربعة هتنزل وبعد كده الستة وبعد كده التلاتة يبقى العدد أصبح تلتمية اربعة وستين صحيح وخمس أجزاء من عشرة طيب بالنحية التانية هعمل ايه ايوة دينا بعمل عملية تقسيم يبقى حركة ناحية اليمين تقول لي لا يا مستر خلي بالك يحرك ناحية اليمين لما تبقى ضرب لكن دي قسمة برافو عليكم طيب في القسمة بنعمل ايه ايوة في القسمة بنحرك العلامة العشرية ناحية الشمال ناحية اليسار احرك ناحية الشمال كم رقم ايوة برضو حسب الاصفار انا عندي هنا كم سفر هتقول لي سفر واحد يبقى انا احركها ناحية الشمال سفر واحد يبقى هتتحرك هنا وتوضع ما بين التلاتة والايه والستة يبقى الخامسة هتنزل والأربعة وبعد كده الستة وبعد كده العلامة العشرية في وضعها الجديد ووضعت ما بين التلاتة والستة والأصبح عدد كام تلاتة صحيح وستمائة خمسة واربعين جزء من ألف يجيبقى نقارن ما بين النواتج يبقى أنا لازم أجيب نتج الضرب ونتج الاسم وبعد كده أقارن ما بين النواتج ما قارنش بدون وضع لايه بدون حل لازم أقارن بعد ما حل طميم هنا كم صحيح هتقولي تلتمية أربعة وستين طب وهنا كم صحيح تلاتة يبقى مني الكبير برافو عليك يبقى تلتمية أربعة وستين هتبقى أكبر من التلاتة صحيح يبقى احنا هنا أول حاجة وجدنا ناتج الضرب وقلنا لما بنضرب بنحرك العلامة ناحية الايه ناحية اليمين وهنا في القسمة نحركنا علامة ناحية الشمال بالحركة حسب عدد الايه الأصفار ودربنا وبعد كده عملنا عملية الايه المقارنة نحن نشوف اللي بعد كده بيقول لي خمسة خمس ازداس تقسيم اتنين صحيح وايه اربعة على ثماني هنا بنعمل ايه يا مستر ايوة برافو على اولادنا اول حاجة بنبص هل هنا ده عدد كسري ولا كسر هتقول لي لا هنا مفيش ايه عدد كسري هنا ده كسري بس يبقى ان زي ما هو يبقى انا هنزل الخمسة على الايه على الستة تمام بس هنا مستر فيه هنا عدد يبقى انا هعمل ايه في العدد ده لازم اضربه الاول عشان ده عملية اضربه او قسمة لازم نتخلص من العدد الصحيح يبقى الاتنين هنضربها في التمانية والناتج هنجمعه على كام هنجمعه على الاربعة برافو عليكم يبقى انا هنزل علامة التقسيم زي ما هي دلوقتي لغيث ما تخلص من العدد الصحيح يبقى نضرب اتنين في تمانية اتنين في تمانية بكام يا شطار برافو عليكم اتنين في تمانية بستاشر ستاشر بنزود عليها اربعة تبقى عشرين يبقى عشرين على كام عشرين على ايه على تمانية اقول له يساوي هنزل الخمسة على ستة زي ما هي ايه? يبقى دينا الخمس ازاز. برافو على اولادنا. بدأوا يجاوب الشطار. التقسيم هتحول لايه? برافو عليكم هيتحول لضرب. طيب. والعدد ده هنعمله عملية ايه? ايوة هنجيب المقلوب للكسر ده. يبقى التمانية فوق والعشرين فين? والعشرين هتبقى التحت. واقول يساوي. تمام? نبدأ بقى نختص. هنختصر مين? هنختصر الخمسة مع العشرين. والستة مع التمانية. نختصر الخمسة مع العشرين. خمسة على الخمسة فيها الكام فيها الواحد. تبقى عشرين على الخمسة فيها الكام فيها الاربعة. ممتازين. طيب. الاربعة تنفع تختصر مع مين? مع الستة. برافو عليكم. يبقى نعمل ايه? ايوة. اربعة على الاربعة فيها الواحد. ايوة. وتمانية على الاربعة فيها الكام فيها الاتنين. تقول لي لسه في اختصار تانية مستر. ممكن اختصر مين? الاتنين مع مين? مع الستة. يبقى اتنين على الاتنين فيها الواحد. وستة على الاتنين فيها الكام فيها التلاتة هنبدأ نضرب مع بعض واحد في واحد بكام بواحد وثلاثة في واحد بتلاتة يبقى الاختيار بتاعي هيبقى واحد على كام على تلاتة هنعدل بس الاختيار ده هيبقى واحد على كام على تلاتة يبقى دي تلاتة يبقى ده الاختيار ايه بتاعي يبقى انا اجابتي كده ايه صحيحة يبقى احنا عملنا تاني نقولها تاني يا مستر حاضر هنقول تاني نزلنا الخمسة على ستة زي ما هي علامة التقسيم نزلت ضربنا اتنين في تمانية بستاشر وزودنا عليها اربعة بقت عشرين عشرين على تمانية نزلنا الخمس ازداس وعملنا عملية الضرب ونزلنا تمانية على عشرين اختصرنا خمسة على الخمسة فيها الواحد عشرين على الخمسة فيها الاربعة لقيت ان الاربعة تختصر مع التمانية فاقتصرت على الاربعة فيها الواحد تمانية على الاربعة فيها الاتنين لقيت الاتنين تختصر مع الستة فاقتصرت اتنين على الاتنين فيها الواحد وستة على الاتنين فيها التلاتة ضربت النواتك بقى واحد في واحد بواحد وتلاتة في واحد بكام بتلاتة واختارت النتيجة كام تلتة يبقى احنا كده عارفنا النجابة ازاي يا ولاد شطار يبقى المسألة دي ما كنتش اقدر اختار بدون ايه بدون حل بقى لازم احل الاول وحول علامة التقسيم لضرب وابدأ اختصر وابدأ اجيب الايه الناتج بتاعي عارفنا كده حلالها ازاي شطار جدا نشوف السؤال بعد كده بيقول تلاتة وانتج إذا مقربوا الأقرب اين لأقرب جزء من مئة طيب التقريب لاقرب جزء من مئة لازم يكون العدد ده عشري طيب ده بازاي حولر عشري وكسر اعتياد كده اه قلت لما centres المقام ثماني اضرب في كام افكركم احنا قلنا لو لدينا المقام اتنين هاضربه في خمسة او خمسة هاضربه في اتنين عشان بقى ايه المقام عشرين لو ليت المقام اربعة هاضربه في خمسة وعشرين او ليته 25 هضربه في اربع. طب لو ليته 8 هضربه في 125. يبقى انا هضرب تحت في 125 وهضرب فوق في 125 عشان احوله لكسر ايه لكسر 10. برافو عليكم بقى انا هضرب انا في كام في 125. نبدأ نضرب مع بعض واحد اضرب ب 125. ب 125 يبقى انا هكتب انا 125 طب وتحت. 8 في 125 محفوظة بألف. يبقى هنا ألف. وهنزل الصحيح اللي هو كام? اللي هو ثلاثة. واقول له يساوي. هنا العلامة العشرية هتوضع بعد كام راكم برافو عليكم. انت بتقسم على ألف. يعني بتضع علامة عشرية بعد الثلاث أرقام. يبقى مية خمسة وعشرين. جزء من ألفة هون. هينزل. والعلامة العشرية تبقى بعد الثلاثة أرقام. وهنزل الثلاثة ايه صحيح. واقول له يساوي تقريبا. انا عايز اتقربه لأقرب ايه? لأقرب جزء من مئة. طيب جزء من مئة ده. معناها ايه? ايوة معناها ان انا عايز منزلتين عشريتين. اهو. ما هو جزء من مية. المية قدامة كم سفر? امامها اتنين. بقى انا عايز امامها سفرين. بقى انا عايز رقمين عشرين. اللي هو الواحد وهو كام? واتنين. انت مين يسبق اللي يسبقهم خمسة? اروحش هطبه. بس وانا بحظيفه وبسأله. انت رقم كريم ولا بخيل? احنا عندنا الارقام البخيلة. السفر واحد اتنين تلات اربعة. والارقام الكريمة اللي بتزود واحد على العدد المجاوم. الخمسة والستة والسبعة والتمانية والتسعة. فالخمسة هنا من الاعداد الكريمة اللي بتزود واحد. بقى انا هزود واحد فوق مين? فوق الاتنين. هتبقى كاما? تبقى تلاتة. رقبه عليك. والواحد ينزل. والفاصلة تنزل. والتلاتة تنزل. هيبقى تلاتة صحيح. وطلاتة عشر جزء من كام من مية. يبقى احنا الاول حولنا الكسر الاعتيادي الكسر عشري. ان انا ديت المقام تمانية. فضربته في مية خمسة وعشرين. وضربت البسط في مية خمسة وعشرين. فضربت واحد ضرب بمية خمسة وعشرين بمية خمسة وعشرين. وضربت التمانية في مية خمسة وعشرين طلعت بألف. ونزلت التلاتة. طب وبعدين. لقيت انا بأسم على ألف. يعني بأسم على ألف. يعني بأضع العلامة العشرية بعد تلت أرقام برافو عليكم. هدي واحد اتنين تلاتة. فنزلت المية خمسة وعشرين ووضعت العلامة العشرية ونزلت الصحيح تلاتة. أنا عايز أقرب لأقرب جزء من مية. يعني جزء من مية. أنا عند المية دي أمامها سفرين. يبقى أنا عايز رقمين عشريين. يبقى أنا عضع خط تحت الواحد والاثنين واشوف الخمسة دي كريمة ولا بخيلة. رقيت اللي الخمسة من الأعداد الكريمة فزودت واحد فوق الاثنين ونزلت تلاتة. والواحد نزل والتلاتة نزلت وطلع الناتج تلاتة صحيح و13 جزء من مية. ما هو الرمز المناسب الذي يعبر عن الجزء المظلل؟ نبص الجزء المظلل. هو مظلل هنا ايه؟ هل مظلل دائرة السين كلها؟ برافو على أولادنا قالوا يا ميستر. هنا ده هو كلها مظلل التقاطع. يبقى أنا هروح مختار ايه؟ مختار سين تقاطع صاد. طيب لو ظلل دائرة السين والصاد كلها؟ كنت اختارتي إيه؟ الاتحاد. كنت اختارتي مين الاتحاد؟ يبقى احنا عندنا ده اسمه إيه؟ اسمه تقاطع. يبقى ده اسمه مين؟ اسم تقاطع. طيب نشوف سؤال البعدي. أكبر وات transgender مر بمركز الدائرة. الواتر اللي بمر مركز الدائرة احنا عارفين إن الدائرة هي. دي دائرة برافو عليكم ولادنا الشطار. ده اسمه مركز الدائرة يبقى النقطة اللي في النص اللي اسمها مركز إيه الدايرة لو وصلت خط ما بين مركز الدايرة وإيه أي نقطة على الدايرة بقى ده اسمه نصف إيه نصف كتر طيب لو وصلت نقطتين وممرتش بالمركز بقى ده اسمه إيه اسمه واتر طيب لو مريت بالقبل إيه بالمركز لو رسمت خط كده يمر بمركز الدائرة يبقى ده اسمه كتر يبقى أكبر واتر يمر بالمركز اسمه إيه برافو على أولادنا اسمه الكتر يبقى احنا عمد ايه نولها تاني يبقى انا عندي دي دائرة رسم لكم دائرة كده اللي في النص دي النقطة اللي في النص دي اسمها المركز يبقى ده مركز الدائرة وصلت مركز الدائرة بأي نقطة على الدائرة بالشكل ده يبقى ده اسمه نصف قطر طيب لو وصلت نقطتين ولا ممروش بالمركز بالشكل ده يبقى ده اسمه وطر طيب لو الوطر ده روحت ايه رسمت نقطتين برضو بس مر بمين ممر بالمركز يبقى ده اسمه ايه اسمه قطر ودي كده المفاهيم الاساسية اللي عندنا في الدائرة بقى احنا عندنا في الدائرة مركز الدائرة وعندنا نصف القطر وعندنا الوطر وعندنا مين وعندنا القطر طيب واحنا كده عارفنا اكبر وطر يمر بالمركز اول ما يقول لي وطر يمر بالمركز يبقى على طول مين يبقى على طول الكطر يبقى الكطر ايه اكبر واتر يمر من مين بمركز الدائرة يبقى لو حتى لو قال لي اكبر واتر في الدائرة هيبقى برضه مين هيبقى الكطر وذكر بس اكبر واتر في الدائرة هيبقى الكطر ان الواتر الكبير هو اللي ايه اللي بيمر من المركز تمين احتمال رسوب طالب بيساوي واحد على اربعة يبقى احتمال نجاحه كام اه احنا كل مجموعة الاحتمالات واحد صحيح مجموعة الاحتمالات دي كام بواحد صحيح طب احتمال روصوبه كام ربع يبقى واحد ناقص مين واحد ناقص الربع واحد ناقص كام الربع طب الواحد ده فيه كام ربع ايوة الواحد فيه اربع اربع انت ايه خد كان احتمال روصوبه ربع يبقى الباقي كام ايوة يبقى الباقي ثلاث اربع يبقى نقولها تاني احنا مجموعة الاحتمالات كلها اي احتمال اي مجموعة أي احتمال لعدد من العناصر مجموعة الاحتمالات بتاعتها بتبقى واحد صحيح على طول. يبقى مجموعة كل الاحتمالات بكام؟ بواحد صحيح. عشان لو جاننا اختياري. يبقى مجموعة احتمالات كلها بواحد. طب هو كان احتمال رسوبه ربع. يبقى نقول له واحد ناقص الايه؟ الربع. طيب الواحد ده في كم ربع؟ ايوة في اربع اربع. انت نقصت منهم ربع؟ يبقى يبقى بقى 3 اربعة. يبقى بقى يبقى بقى 3 ايه اربعة. يبقى احنا كلاً عارفناها ازاي؟ ايوة قلنا ان مجموعة الاهتمالات كلها بتبقى واحد صحيح، فكان احتمال رسوبه واحد على اربعة يبقى احتمال النجاح كام? هيبقى 3 اربعة. طيب اللي هو بقيت مين؟ بقيت الواحد الصحيح. ارتفاعات المثلث المنفرج الزاوية احنا عندنا تلات انواع من الارتفاعات داخل المثلث. عندنا إيمة في المسلس القائمة هيبقى وضعها ازاي؟ إيمة في المسلس المنفرج إيمة في المسلس الحاد لو المسلس بتاعك منفرج الزاوية يبقى على طول ارتفاعات المسلس بتتقاطع في نقطة واحدة بتبقى خارج المسلس يبقى تتقاطع جماعة في خارج من المسلس لو المسلس ايه منفرج طيب لو المسلس حاد أيوا برافو عليكم هيبقى داخل المسلس لو المسلس حاد يبقى الارتفاعات بتتقاطع جماعة داخل المسلس طيب لو المسلس قائم هتتقابل فين؟ برافو عليكم هتتقابل في رأس الزاوية القائمة يبقى الارتفاعات تتقول لا تتقابل فين في رأس الزاوية القائمة يبقى احنا عندنا ثلاث مواضع كده ليه الارتفاعات حسب نوع المسلس لو المسلس بتاعك حاد خلي بالك بتتقابل داخل المسلس تتقاطع جميعها داخل المسلس ده لو المسلس حاد طيب لو المسلس قائم يبقى تتقابل جميعا في رأس الزاوية لإيه القائمة طيب لو المثلث منفرج تتقابل جميعا خارج لإيه المثلث زي السؤال اللي عندنا هنا ارتفاعات المثلث المرفرج الزاوية تتقطع جميعا فين خارج لإيه المثلث وخلي بالك أن أي مسلث حسب أي مسلث أي أن كان نوعه هيبقى ليه ثلاث ارتفاعات أي مسلث حاد ليه ثلاث ارتفاعات المثلث المنفرج ليه ثلاث ارتفاعات المثلس القائم أيضاً ليه ثلاث ارتفاعات يبقى أي مسلس لو كام ارتفاع بيبقى ليه ثلاث ارتفاعات وإحنا قلنا الارتفاعات तي تتقابل فين؟ يأي ما تتقابل داخل المثلث في المثلث الحال؟ يأي ما تتقابل خارج المثلث إذا كان المثلث منفرج؟ يأي ما تتقابل في رأس الزاوية القائمة إذا كان المثلث قائم الزاوي؟ يبقى هنا ارتفاعات المثلث المفرجة تتقابل فين يا ولاد يا شطار؟ برافو عليكم. هتتقاطع جميع خارج المثلث طيب السؤال بعد كده بيقول عدد الارتفاعات جي السؤال بعدها على طوله عدد ارتفاعات لأي مسلث أي مسلس ليه كام ارتفاع أيوة لسه مستر آين هيبقى ليه كام هيبقى ليه ثلاث ارتفاعات يبقى أي مسلس له كام ارتفاع طبعا الارتفاع هو العمود الساقط من رأس الزاوية على الضلع المقابل ده اسمه ارتفاع يبقى الارتفاع هو ده اسمه ارتفاع يبقى الارتفاع هو العمود الساقط من رأس الزاوية على الضلع المقابل يبقى ده اسمه ارتفاع يبقى الارتفاعات المسلس بتتقابل جميع الفين يا ولادي يا شطار بتتقابل حسب بقى نوع المسلس زي ما خدنا في السؤال اللي فات وعددهم كام يبقى عددهم 3 يبقى إذن عدد الارتفاعات لأي مسلس كام 3 ارتفاعات بيقول لي كيس يحتوي على 5 كرات بيضاء وتسع كرات حمراء وست كرات سوداء متماثلة إذا سحبت كلها عشوائيا عايزين احتمال الاحتمال يا ولاد هو عدد نواتج الحدث على عدد عناصر الفضاء يعني المجموعة كلها طيب هو عايز احتمال أن تكون ايه بيضاء طيب أنا عندي كم كرة بيضاء نقرأ السؤال كيس يحتوي على 5 كرات بيضاء يبقى إذن هو عايز احتمال الكرات البيضاء يبقى عدد الكرات البيضاء كام 5 يبقى هكتب 5 تقسيم يبقى لازم الاحتمال يبقى على صورة بسط ومقام لأن الفوق عدد نواتج الحدث على عدد عناصر الفضاء كلها عدد جميع النواتج طيب أنا عندي كم ناتج عندي 5 بيضاء والتسعة يبقى نجمعهم 5 زائد 9 14 14 زائد 6 يبقوا كام هيبقوا 20 5 على كام على 20 طيب أسيبها كده مستر أقولك لا طالما فيه اختصار لازم تبسط يبقى أنا هقسم طيب الخمسة والعشرين بيقبلوا قسم على كام برافو عليكم يقبلوا قسم على 5 يبقى أنا فوق هقسم على 5 والتحت هقسم على كام على 5 يقوله يساوي 5 تقسيم 5 بكام بواحد تقسيم 5 بكام باربعة يبقى الناتج بتاعها هيبقى كام هيبقى ربعة يبقى أنا كده هختار واحد على ربعة جتال زي أقول هاتين هو عاطيني كيس فيه خمس كرات بيضاء وتسعة حمراء وستة سوداء عايز احتمال أن تكون بيضاء أروح شايف أنا عندي كام واحدة بيضاء عندي خمس كرات بيضاء فروح تكاتب فوق خمسة تقسيم أو على وروح تجامع كل الكرات اللي عطاهاني يعطيني خمسة بيضاء زائد تسعة حمراء يبقى 14 14 زائد 6 سوداء يبقى 20 فروح تمقسم على 20 ليازم أختصر لازم يكون الاحتمال في أبسط صورة ما سيبوش كده يبقى هقسم على خمسة والعشرين برضو هقسم على كام على خمسة خمسة تقسيم خمسة بواحد وعشرين تقسيم خمسة بكام باربعة يبقى الاختيار بتاعي كان واحد على أربعة السؤال يبقى دي كده عند قطعة نقود معدنية مرة واحدة عايزين احتمال ظهور الكتابة احنا عارفين قطعة النقود زي الجنيه مثلا بيبقى لها وجهين وجه عليه صورة الصورة الفرعونية والواجه التاني مكتوب عليه واحد جنيه مثلا اللي هو القطعة المعدنية اللي هو الجنيه المعدنية يبقى إذن لما أنا قرمي قطعة النقود دي يبقى احتمال اللي هو يظهر الكتابة اللي هو مكتوب على واحد جنيه هيبقى كام هتقول لي مرة واحدة لأن الكتابة دي على قطعة النقود مرة واحدة والصورة مرة واحدة يبقى لما يبقى إذن احتمال ظهور الكتابة كام هتقول لي واحد طب هما كلهم كام وجه هتقول لي اتنين يبقى إذن لما يقول لي احتمال ظهور الكتابة على طول أخطار واحد على اتنين طب لو قال احتمال زهور الصورة ايضا واحد على اتنين لان الكطعة نقود لها وجهان فقط واجهة عليه الصورة واجه عليه ايه عليه كتابة واجه عليه الصورة واجه عليه الكتابة يبقى انا لما يقول لي عايز القاء قطعة نقود معدنية مرة واحدة عايزين احتمال ظهور كتابة اشوف الكتعة النقود تتكون من كم وجهه فكتبتي تحت اتنين وعايز احتمال ظهور الكتابة يبقى اكتب واحد على ايه على اتنين يبقى الاحتمال عملي هنا بكام بنصف. يقول لي عايز اقسم عدد ده على عشرة. لسه قيلين ان لما نقسم على عشرة او مية او الف بنحرك العلامة ناحية اتنين برافو عليكم شطار. بنحرك العلامة ناحية ايه اليسار. حركة حسب عدد الاصفار انا عندي كم سفر هنا? سفر واحد. بقى انا حرك العلامة العشرية ناحية ايه اليسار كده? منزلة واحدة. يبقى تتحرك هنا بالاتجاه ده. يبقى ازا هتبقى كام? هتبقى التلاتة هتنزل اهي بالشكل ده. وبعد كده الاربعة هتنزل. وخلاص العلامة القديمة دي خلاص تلاغت. الخامسة هتنزل. وبعد كده نضع الوضع العلامة العشرية الجديدة ما بين الخامسة والسبعة. يبقى الناتج بتاعه يبقى كام? هيبقى سبعة صحيح وخمسمية تلاتة واربعين جزء من الف. يبقى ده الاختيار بتاعي. سبعة صحيح وخمسمية تلاتة واربعين جزء منين من الف. يبقى ده الاختيار. عايزين احتمال الحدث المؤكد. عندنا فيه احتمال حدث مؤكد وحدث ممكن وحدث مستحيل. الحدث المؤكد على طول بواحد. يبقى احتمال الحدث المؤكد على طول بكام بواحد. طيب لو قال لي بدل كلمة المؤكد دي وقال لي احتمال الحدث مين؟ المستحيل. كنت اختارت سفر. طيب لو قال لي احتمال حدث الممكن. الممكن ده هيبقى عبارة عن كسرة بيقع ما بين السفر والإيه والواحد. ما بين السفر والإيه والواحد. يبقى أنا هختار علامة التبايل ما بين السفر والواحد. يبقى احنا عندنا احتمال الحدث المؤكد بيبقى بواحد واحتمال الحدث المستحيل بكام بصفر واحتمال الحدث الممكن يقع ما بين الصفر والإيه والواحد بيقول لي دائرة طول قطرها أربعة سنتي عايز نصف القطر آه هو عطيكي القطر كامل قطرها كامل كام أربعة يبقى نصفه كام أحسنتم يبقى نصفه اتنين طيب لو عمل العكس قالك دائرة طول نصف قطرها اتنين يبقى قطرها كام يبقى هالضاعف ده يبقى اتنين زائري اتنين اربعة يبقى تاني يبقى ممكن في السؤال يجيب لي طول القطر وعايز طول نصف القطر اروح واخد نصف العدد اللي عطاهوني فقطرها اربعة يبقى نصف الاربعة كام اتنين طيب لو قطرها ستة يبقى نصفه كام تلاتة الكترية تمانية يبقى نصفه أربعة وهكذا. فطبعا هنا الكترية كان كام؟ كان أربعة. يبقى إذا النصف الكتر بتاعي كام؟ هيبقى اتنين. طيب هو العامة للعكس بقى. وعطاني نصف الكتر وعايز الكتر كامل. يبقى أنا هعمل إيه؟ أيوة هروح ضرب العدد في نفسه. يبقى أوله اتنين في اتنين. أو أجمعه سريع على نفسه. يبقى اتنين زي الاتنين بكام؟ بأربعة. طيب. نشوف اللي بعدها. يقول اللي عايزين نقرب ده لأقرب جزءا من ألف طيب. نشوف اللي إيه؟ إجابات بتاعي. أنا عايز أتقربه. تمام؟ هتقربوا الأقرب جزء من إيه؟ من ألف. بأنا عايز كام منزل عشرية. برافو عليكم. عايز ثلاث منازل. أهو بالشكل ده. طيب الخمسة هنا. من الأعداد الكريمة ولا البخيلة. نشوف الخمسة كريمة ولا بخيلة. مين يقول لي؟ الخمسة من الأعداد الكريمة ولا البخيلة. ها؟ برافو عليكم. الخمسة من الأعداد إيه؟ الكريمة. الخمسة من الأعداد مين؟ الكريمة. طيب. الخمسة هنا. هتدي اللي جنبها ولا ما تدي نشوف. الخامسة ايه? اقلنا. ايه؟ مين يقولي Isaiah الكريمة ايوة? برافو عليكم. الخامسة. والستة والسبعة. والتمانية. والاي? والتسعة. تم من لأعداد البخيلة? مين يقولي على العداد البخيلة برافو عليكم الشضار جدا. معد leap. وواحد. واتنين و ايه. ثلاتة. بقى في чтоб اعداد كريمة. وفي اعداد مين بخيلا. بقى في اعداد كريمة. وعداد ايه بخيلة. بقى الخامسة هنا هتدلل مين لل7 واحد هتبقى كما هتبقى ثمانية. تنزل وثلاثة والستة والخمسة بقى انا كده قربت الاقرب جزء منين من الف يبقى الاختيار بتاعي كام هيبقى خمسة صحيح وستمائة تمانية وتلاتين جزء من كام من الف يبقى احنا هنا عايز يقرب لأقرب جزء من الف الالف امامه كام سيف الالف امامه ثلاثة اصفار يبقى انا هنضع منزلها تحت ثلاث ارقام وهشوف الخمسة كريمة ولا لا فالخمسة من اعداد الكريمة هتدي واحد للسبعة هتبقى تمانية فالتمانية تنزل والثلاثة تنزل والستة ويبقى كده انا ايه كررته لأقرب جزء من الف طيب اذا كان عندك سين وصاد مجموعتين وخلي بقى لك ان السين جزئية من صاد يعني سين جزئية من صاد يعني مين الكبير يعني السين اللي صاد كبيرة والصين هي الصغيرة طيب لو نرى سمتها مستر ارسيمة ازاي اهي هيبقى الصاد هي الدايرة الكبيرة كده والصين دايرة صغيرة جواها برافو عليكم يبقى دي الصاد هي دي الدايرة الكبيرة والصين هي الدايرة الصغيرة اللي هتبقى من جوا تمام طيب هو عايز يجيب ايه عايز تقاطع التقاطع هيكون في الاصغر ولا الاكبر برافو عليكم التقاطع دايما هيكون في الاصغر يبقى التقاطع هيبقى يديني سين يبقى لو جيه في السؤال ده في المتحان خلي بالك لما يجي يقول لك سين جزئية من صاد معناها ترسم دايرة الكبيرة اللي هي الصاد والدايرة الصغيرة اللي هي السين. طب لو عكس وقال لك صاد جزئية من صين. كنا خلينا سمنا اللي بره السين واللي جوه صاد. لكن انه هنا بيقول لي ايه? سين جزئية من ايه? من صاد. طيب عايز التقاطع تروح واخد الاولين. اللي هو الايه? اول حرفة يظهر عندك. طب لو عايز الاتحاد اللي هي وجهها الاعلى دي. كنت خدت مين? كنت خدت الايه? الصاد. يبقى حسب ما ايه ما هو يقول لي. يبقى معنى ان هنا السين جزئية من صاد. يعني ايه? السين هي الصغير والصاد هي الكبيرة. زي ما احنا دا سمنا كده دايرة كبيرة سمناها صاد. ودايرة صغيرة جواها اسمها سين. عايز التقاطع. التقاطع دايما بيبقى في الاصغر. والاصغر هنا دايرة مين? دايرة السين? يبقى انا هاختار ايه? السين. يبقى خلي بقى انا من السؤال ده مهم جدا. لانه الولايات كتير بتلغبطوا فيه في الامتحان. يبقى ازا كان عندي سين وصاد معتيل. وسين جزئية من صاد. يعني جزئية. يعني السين جوه صاد. سين جوه صاد. فرسمنا دايرة الصاد وجوها دايرة السين. كان عايز التقاطع. هيتقاطع في سين. طيب نشوف المسلس الامامنا. دا مسلس ايه? برافو عليكم. دا مسلس قائم. مسلس قائم الزاوية فين? في با. يبقى دي زاوية ايه? قايمة. واحنا اقول لنا ارتفاعات المسلس القائم تتقابل فين? هي داخل المسلس? ولا خارج المسلس? ولا في رأس الزاوية القائمة? برافو عليكم. المسلس القائم تتقابل الارتفاعات بتاعته في رأس الزاوية القائمة. وخدنا في المسلس المنفرج تتقابل فين? برافو عليكم. خارج المسلس. تابقوا المسلس الحاد داخل المسلس. يبقى هنا كان عاطيني مسلس قائم الزاوية. وكان عايز يشوف الارتفاعات بتاعته بتتقابل فين? فلقيت ان المسلس بتاعي ده مسلس قائم. مسلس قائم يعني انت تتقابل فين? ايوة. في رأس الزاوية القائمة. يبقى ارتفاعات المسلس القائمة تبقى في رأس الزاوية القائمة تبقى هنا. هتبقى في باق. تمام? لان قالب باق هنا هيعتبر الارتفاع. وباق جيمي يعتبر الارتفاع. والارتفاع التالي هيسقط من هنا. من الباق على الضلع ايه ده? هيبقى بالشكل ده كده. وبرضو كلما يتقابلوا هنا. يبقى ده ارتفاع هو. يبقى الارتفاع طبعا بيصنع ان زاوية قائمة بيسقط عمود سقط من الرأس على الضلع المقابل يبقى ده ارتفاع والباق يعني باق هنا ارتفاع والباق جيم ارتفاع ويه باق دال مثلا لو انا هنا مثلا سمت دال يبقى باق دال ده ارتفاع كلهم اتقابلوا فين اتقابلوا في نقطة باق يبقى هنا باق هنا ايه نقطة طلاق ارتفاعات المسلس القائم وهي رأس الزاوية القائمة يبقى اذا ارتفاعات المسلس القائم تتقابل جامعة فيه نقطة وحيلة وهي رأس الزاوية ايه القائمة? وهي رأس الزاوية مين? القائمة. بقول لي اختار الاجابة الصحيحة? العدد ده نشوف كده مع بعض. انا ربطه في كامل. نشوف حرك العلامة ازاي? هل حركها نحية? ايوة حركها نحية اليمين. عشان ده عمل ايه الضرب? كانت حركها قد ايه? كانت العلامة العشرية فين? كانت ما بين الستة والخمسة. تمام? يبقى اتحركت العلامة العشرية ده? بالاتجاه ده جات هناه. ما بين مين? ما بين الخمسة وايه? والستة. يبقى اتحركت كم رقم؟ برافو عليكم. اتحركت رقم واحد بس. يبقى هنا ايه? يبقى ايه? يبقى ازا اتضربت في كام? اتضربت في عشرة. يبقى ايزا لما الرقم اتحرك ناحية اليمين? اتحرك رقم عشري واحد? لان هنا العلامة كانت هنا ما بين التلاتة والخمسة ما بقيت بين الخمسة والستة. ايه؟ وضعت العلامة العشرية هنا هو. لو عملها. عملها ما بين الخمسة والستة. فانا هحطها ما بين الخمسة والستة. واعد الارقام بقى ما بين العلامة القديمة والعلامة الجديدة. ليه ترقم واحد. من اللي قدامه سفر واحد العشرة. ايه العشرة. يبقى احنا هنا عارفناها ازاي نقولها تاني. قرنت ما بين العدد الاصلي والناتي. لقيت بقى ان العدد الاصلي العلامة تحركت بقت موجودة. بدل ما كانت ما بين الثلاثة والخمسة بقت موجودة ما بين الخامسة والإيه والستة. فروح توضع العلامة العشرية ما بين الخامسة والستة. وبدأت تعد الأرقام المحصورة ما بين العلامة القديمة والعلامة الجديدة ليه ترقم واحد. يبقى مين اللي قدامه سفر واحد إلى عشرة. يبقى إيزاً إيه؟ يبقى هي تضربت في كانت تضربت في عشرة. لأنها تحركت رقم عشر واحد ناحية إيه اليمين. طب لو تحركت رقمين يبقى أنا أخترت كنت أختار المية. طب لو تحركت ثلاث أرقام هختاري الألف. يبقى هنا حسب ما مين؟ حسب ما اتحركت. طيب يقولي ناتج القسمة. لسه قلنا في القسمة نعمل إيه؟ أيوة نشوف هل في عدلة صحيح نتخلص منه هنا؟ هتقول لي لا. كفي عدلة صحيح هنا؟ هتقول لي لا. يبقى هعمل إيه؟ يبقى أنا هنزل أربعة أثمان أهي زي ما هي بالشكل ده هروح منازل أربعة على تمانية وعالمة التقسيم هروح محولها الضرب وهقل بالكسر. يبقى عشرة على كام؟ على خمسة بالشكل ده وأقول له يساوي. لو أنا لحظت هنبدأ بقى نختصر نختصر نشوف إزاي نختصر الأربعة تختصر مع التمانية ولا الخمسة؟ برافو عليكم الأربعة تختصر مع التمانية. يبقى أربعة على الأربعة هي الواحد وتمانية على الأربعة هي الاتنين بالشكل ده. طب العشرة تختصر مع الخمسة اللي تحتيها يبقى عشرة على الخمسة فيها الواحد خمسة على الخمسة فيها الواحد وعشرة على الخمسة فيها الاتنين. يبدأ بقى نضرب الهيه النواتج واحد في اثنين بثنين وتحت اثنين في واحد بثنين تقسيم اثنين بكام برافو عليكم اثنين تقسيم اثنين بواحد يبقى انا الاختيار بتاعه هيبقى كام هيبقى واحد صحيح نقولها تاني نقولها تاني يبقى انا كان عامل هنا 4 على 8 تقسيم 5 على 8 نزلت الاربع على 8 هو علامة التقسيم حولتها لضرب وأجبت المقلوب للكسر ده مانتة طررم حولت التقسيم لضرب لازم تقلب الكاسب بقى عشرة على كام على خمسة اختصرت الأربعة مع التمانية اللي تحتيها أربعة على أربعة فيها الواحد تمانية على أربعة فيها الاثنين واختصرت العشرة مع الخمسة خمسة على خمسة فيها الواحد وعشرة على خمسة فيها الاثنين ضربت النواتج بقى واحد في اثنين باثنين واثنين في واحد باثنين أسمت اثنين على اثنين طلعت بواحد وده كان الاختيار ايه بتاعي نشوف السؤال بعد كده يقول لي مستطيل طوله اربعة وستة من عشرة سنتيو عرضه ثلاثة سنتيو عزين مساحته ايه هو قانون مساحة المستطيل برافو عليكم مساحة المستطيل بتساوي الطول في العرض يبقى مساحة المستطيل هالمزل المساحة بالرمزينين بتساوي الطول هاخد حرف اللام يبقى لام في العرض اللي هو ايه اللي هو ضاد يبقى طول المستطيل مساحة المستطيل بتساوي طوله في عرضه طب طوله كان كام كان اربعة وستة من عشرة يبقى أقول له 4 و 6 من 10 بالشكل ده في 3. يبقى أنا لازم أضرب الأول وبعد تده أخطار. أقول له يساوي. تعالوا نضرب بقى رقم رقم. 6 في 3 بكم؟ بـ 18. 8 و معانا الواحد. و 4 في 3 بـ 12. 1 13. يبقى أكتبت 13 كلها. طب العلامة العشرية بعد كم رقم؟ بعد رقم 10 واحد. أهي بالشكل ده. يبقى الناتج بتاعه يبقى كام؟ هيبقى 13 صحيح و 8 أجزاء من 10. يبقى أنا هنا كان عايز مساحة المستقيد. كتبتله القانون. المساح بيساوي الطول في العرض. الطول يعني لام والعرض يعني ضاد. يبقى الطول في العرض. كان الطول عندي 4 و 6 من 10. في العرض كان 3. بدأت تضرب رقم رقم 6 في 3 بـ 18. 8 و معانا الواحد. 4 في 3 بـ 12. 1 13. والعلامة العشرية بعد ايه؟ بعد رقم 10 ايه؟ واحد. بعد رقم 20 واحد. طب نشوف السؤال بعد كده. 51 يوم. عايزين نحولهم طبعا 51 يوما. هنا في كلمة يوما. 51 يوم. فيهم كام ايه؟ فيهم كام اسبوع. 51 يوم. عايزين نشوف فيهم كام اسبوع. طب هو الاسبوع فيه كام يوم؟ راضوا عليكم فيه سبعة. يبقى أنا المفروض أقسم. الواحد وخمسين. الواحد وخمسين. اروح مقاسمهم على كام؟ على سبع ايام. عشان احاولهم لأسابيع. لما عندي 51 يوم. فيهم كام اسبوع. طيب هو فيه في جدول سبعة. حاجة تضرب تديك 51. تقول لي لا. تبني صغارا خليها خمسين. خمسين على السبعة فيه؟ تقول لي لا. تبني صغارا خليها تسعة واربعين. ايوة يا مصدر فيه سبعة. يبقى سبعة. ايوة يبقى فيها السبعة. طيب يفضل كام من التسعة واربعين. احنا يبقى اذا الاتنين دي. نقدر نقربها نبص. هو نص السبعة كام تلاتة ونص. هلاقي ان الاتنين دي اصغر من منطق من نصف ايه المقام. يبقى الاختيار بتاعها يبقى سبع ايه سبع اسابيع. يبقى الواحد وخمسين يوم. فيهم كم اسبوع تقريبا هيبقى فيهم سبع اسابيع. لان الاسبوع فيه سبع ايام. وانا عندي سبعة في سبعة بتسعة واربعين. التسعة واربعين قريبة جدا من الواحد وخمسين يبقى اذا الواحد وخمسين يوم فيهم كم اسبوع هيبقى فيهم سابع اسابيع طيب دي السؤال بعدين عدد المجموعات الجزئية عدد المجموعات الجزئية للمجموعة خمسة يعني مجموعات جزئية يعني اقدر اتكون كم مجموعة من المجموعة الخامسة دي طب هو كم عنصر عندي هنا هتقول لي عنصر واحد يبقى هنا هديك المجموعة او المجموعة هيبقى المجموعة خمسة اللي هي المجموعة نفسها تمام طيب في عناصر الثانية تكون مجموعة بتقول لي خلاص اختار واحد. لا؟ ما تنساش ان هي مجموعة جزئية من اي مجموعة. يبقى اذا المجموعات الجزئية للمجموعة خمسة انت بتقول لي يا مسلا هو راكم واحد. خلاص اختار واحد وكل ولادنا يروح مختلفين واحد. قم لهم غلط. خلي بالك. ان هو مجموعة جزئية من اي اييي من اي مجموعة. يبقى ان الاختيار كان لازم اييه? كان لازم يبقى اثنين. يبقى إذاً عدد المجموعات الجزئية للمجموعة خمسة خلي بالك إن هنا أيوة هي دي مجموعة واحدة لها الخمسة بس عشان ده عنصر واحد يبقى إذاً نقدر نتكون منه مجموعة واحدة وكمان معنا مين معنا الفاي ما ننسهاش يبقى إذاً عدد المجموعات الجزئية لنخدها من المجموعة دي هيبقوا إيه هيبقوا مجموعتين المجموعة خمسة نفسها وإيه الفاي يبقى عدد المجموعات هنا هيبقوا كام هيبقوا إثنين ما ننسهاش إن الفاي مجموعة جزئية من أي إي ايه? من اي مجموعة. اهي? ايه لسه اقول له لسه احنا بنقول. ايه علاقة بالمجموعة اتنين? هيبقى جزئية. يبقى ايزا الفا هتبقى مجموعة جزئية من اي ايه? من اي مجموعة. بقى ننساش ان الفا هي مجموعة جزئية من اي مجموعة. يبقى ان لأي مجموعة عندي نقدر نجيب منها ايه? ايوة الفا تبقى معها. طب افرض يا مستر كان مثلا عندي ايه مجموعة مثلا كان بيقول لي عدد مجموعات الجزئية مثلا من المجموعة واحد واثنين دي مجموعة هي وعايز عدد المجموعات الجزئية منها اجيبها ازاي يا مستر اقول لك حاضر اقول لك يساوي طيب عدد مجموعات الجزئية اول حاجة تاخد الواحد بس يبقى تاخد مجموعة فيها عنصر واحد يبقى الواحد اهو ادي اول مجموعة فاصلة المجموعة اتنين. يبقى كده تاني مجموعة. يبقى المجموعة ايه اتنين. وبقى كده المجموعة نفسه اللي هي كام واحد واثنين. يبقى انت خدت مجموعة كل مجموعة فيها عنصر واحد. يبقى الواحد والاي والاتنين. يبقى كده ايه مجموعة وما ننساش الفاي. يبقى ايزا عدد المجموعة الجزئية لو عندي مجموعة فيها عنصرين. هيبقى عدد مجموعة الجزئية بتاعتها كام ايوة هيبقوا اربعة ادي واحد اثنين تلاتة اربعة يبقى لو عنصر واحد لو مجموعة فيها عنصر واحد هيبقى فيها كام هيبقى فيها اثنين طب لو مجموعة فيها عنصرين هيبقوا كام ايوة هيبقوا اربعة هيبقوا كام هيبقوا اربعة لو انا عدتهم ادي كده واحد ادي اثنين طب لو فيها ثلاث عناصر ادي كده واحد واثنين وثلاثة وعايز المجموعات الجزئية من المجموعة دي اعمل ايها مستر ليبدأ نكتب اقول له يساوي اول حاجة الواحد بس يبقى دي المجموعة اللي فيها واحد بس. وبعد كده الاتنين بس يبقى دي مجموعة تانية. وبعد كده التلاتة بس يبقى دي المجموعة التالتة. وبعدين المجموعة اللي فيها عنصرية يبقى الواحد والاتنين. يبقى دي كده مجموعة يبقى واحد واتنين. يبقى كده واحد وثلاتة. يبقى دي كده مجموعة تانية واحد وثلاتة. وبعد كده المجموعة اتنين وثلاتة. يبقى دي كده مجموعة اتنين وثلاتة. بعد كده تاخد المجموعة اللي فيها تلات اعداد يبقى ايوها هيبقى واحد واتنين وايه وتلاتة. يبقى كده ايه? تلات مجموعات. وبعد كده الفايل. تاب ما نجي نعدهم كده كم واحدة? هدي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. يبقى ازا ليه ليها كام? يبقى ليها ثمان ايه ثمانية يبقى اذا عسب ما هو عايز عدد المجموعات الجزئية المهمة ما تنساش ان الفايت مجموعة جزئية من اي ايه من اي مجموعة واعطنا لكم سال على لو مجموعة فيها عنصر واحد او مجموعة فيها عنصرين او مجموعة فيها تلات عناصر لو مجموعة فيها عنصر واحد يبقى تختار عدد عناصر عدد المجموعات الجزئية اتنين لو المجموعة فيها عنصرين هيبقوا اربعة 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 مجموعة جزئية. لو المجموعة فيها ثلاثة عناصر هيبقوا ثمان مجموعات جزئية وهكذا. يبقى احنا كده عارفنا ازاي نجيب عدد مجموعات جزئية وعرفنا ايه علاقة بالمجموعة. بيقول لي هنا عايز يوجد ناتج ايه الطرح. اه في طرح ايه لعداد الكسور العشرية او لعداد العشرية لازم نساوي العلامات العشرية. انا عندي هنا كم رقم قبل علامة ثلاثة. بقى هنا اتنين. يبقى كنت لازم هنا ازود ايه? كنت لازم ازود سفر. عشان يبقى هنا ثلاثة قبل العلامة العشرية. ويبقى هنا ثلاثة لازم ازاوي لايه? العلامات العشرية. يبقى هنا كان عندي ثلاثة ارقام قبل العلامة العشرية. وكان هنا في رقمين بس. يبقى كنت لازم ازود ايه? سفر. ابدأ اطرح بقى. سبعة نقص اربعة. تقول لي سبعة. سوري سبعة نقص سفر فيها السبعة تمانية نقص أربعة أربعة بالشكل ده تسعة نقص ستة تلاتة برافو عليكم والعالمة العشرية تنزل ونبدأ نطرح خمسة نقص الواحد فيها الأربعة ممتازين تبقى ستة نقص خمسة فيها الواحد يبقى النتيجة بتاعها يبقى أربعة عشر صحيح وتلتمية سبعة واربعين جزء منين من ألف بقى ده الاختيار بتاعي يبقى كنت لازم هنا عشان أقدر أحل المسألة بتاعتي أعمل إيه أيوة كنت لازم أضع علامة عشرية وساوي المنازل لقيت هنا تلات أرقام عشرية وهنا بس رقمين يبقى كنت لازم هنا أزود إيه أزود سفر وابدأ أطرح سبعة نقص السفر يعني السبعة تمانية نقص أربعة أربعة تسعة نقص ستة تلاتة نزلت العلامة العشرية وطرحت خمسة نقص واحد باربعة وستة نقص خمسة كام واحد يبقى احنا هنا يبقى إلى الفكرة في ايه الفكرة في تسوية العلامة العشرية يعني هنا لازم أشوف هنا كم رقم قبل العلامة العشرية واشوف هنا كم رقم قبل العلامة العشرية فيه ولادي يقول لي ممكن يا مستر نكتبها رأسي ونطرحها أيها ممكن تكتبها كده خمسة وستين صحيح وowanie تسعمية سبعة وتمانين وطبع الثاني تحت سفر واربعة وستة بالشكل ده والعلامة العشرية تحت العلامة العشرية والواحد والخمسة وعلى كلها هتطرح ما بين الرقمين هيطلع لك سبعة أربعة تلاتة وتنزل علامة العشرية أربعة واحد يبقى انت كده ايه سواء طرحتها أفقي أو رأسي هتقدر تحلها بس كان الفكرة في تسوية العلامات العشرية الى هنا نصل لإنهات حلقاتنا لهذا اليوم على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة ان شاء الله كان معكم الأستاذ محمد ناجم معلم رياضيات ومدرب النظام الجديد في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته